كانت هناك شروط لنتينياهو في البداية وظنينا أن هذه الشروط ستعرق المسار التهديه من ضمنها أنه في كل يوم يفرج عن أي شخص إسرائيلي تكون هناك هدنة وغيرها طبعا من الشروط الآن سقف الشروط ارتفع بأن يتم إبعاد الأسرع ذوي الأحكام العالية كما يقال إلى خارج فلسطين وأعتقد أنت يقصد بها قطر يعني خلينا نبدأ نضع النقاط عن الحروف أولا هناك إطار للصفقة هذا الإطار وضع من قبل رؤساء الأجهزة المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر للبدء في خطوات للتفاوض في باريس واحد اللقاء الذي سبق هذا اللقاء لم تقدم حركة حماس كما قالت إسرائيل ردا متناسبا رفعت سقف المطالب فشلت في تلك المرة عادوا مرة أخرى بعدما قبلت حماس ببعض البنود التي كانت في السابق ترفضها بدأوا المفاوضات عليها لكن أنا برأيي أنه نتنياهو ليس لديه ضغطا لكي يقبل بهدنة وما يتم ترويجه عبر الإعلام حتى وسائل صحفية من تسريبات يجزء من عملية تضليل لأنه بالمنطق العسكري من يحاصر من كيف لك وأنت محاصر والناس جياع والوضع على الأرض مختلف تماما عما يتم تداوله أن تفرض شروط بالتالي دعنا نكون منطقيين أنه من هو في وضع القوة هو من سيفرض الشروط لذلك هذا ستراجع في كل مطالب حركة حماس أولا قبلت بالمفاوضات بدون إنهاء الحرب وهذا ما يريد نتنياهو والإدارة الأمريكية بالمناسبة هدنا فقط عدم الانسحاب من قطاع غزة والاكتفاء بالخروج من داخل التجمعات السكانية وهذا يتوافق مع المرحلة الثالثة للعملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها من فترة حوالي أكثر من شهر إضافة إلى التحكم الإسرائيلي في قطاع غزة بغض النصر عن الاتفاق أنشأة إسرائيل طريقا يمتد من شرق قطاع غزة إلى غرب قطاع غزة يقسم قطاع غزة إلى جزئين طريق مجهز للإستمرارية من يقوم بإنشاءات على الأرض لا يتوجد لديه نواية للخروج من قطاع غزة وللأسف أقصى ما يمكن أن يخرج من هذه الصفقة هي الهدنة فقط وهذا مكسب أنا برأيي أنه مكسب للناس للشعب لكن كانت من أهم شروط المطروحة بأن يعود الأسراء إلى شمال قطاع غزة وهذا الشرط لم تقبل به إسرائيل أنت تقول الآن بأن هذا الشرط تم التنازل عنه بشكل من الأشكال ليس كذلك ما تقصده العودة إلى الشمال للسكان عودة السكان أتحدث عن الأسراء يعني لا 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 يوجد شرط كهذا هناك أربعين من 35 لأربعين رهينة أو أسير في قطاع غزة مقابلهم سيكون حوالي أربعمائة أسير فلسطيني من داخل القطاع نتنياهو أضاف شرطا وهو الإبعاد خارج قطاع غزة خارج فلسطين لأصحاب المحكميات الكبيرة وهذا سابقا حدث وقبلت به حماس في صفقة شليط بالتالي من الممكن حدوثه هذا الشرط من الممكن حدوثه والقبول به الأمر الثاني طيب يعني لماذا سيعيق مثل هذا الشرط يعني بأن يتم إبعاد مثلا طالما ونحن مضطرون لعقد مثل هذه الاتفاق أو هذه الصفقة لماذا سيتتم أو سيكون هذا الشرط معيق طبعا للعملية لماذا لا تتكرر هذه العملية كما قلت في شليط ويتم إبعادها أو لها الناس هو خطأ من الأصل لأن الأصل أنك تناضل وتسجن من أجل أرضك مجرد قبولك أن تكمل باقي حياتك خارج أرضك مجبرا وليس اختيار هذا يعني أنك تقر بحقية إسرائيل والاحتلال بهذه الأرض ويحدد من يعيش عليها ومن لا يعيش عليها لا يمكن لأسير كان خياره النضال أن تفرد عليه عندما يخرج من سجنه أن لا يرى بلده أن لا يلتقي أهله فعلى ميزة كل هذا النضال تبعا للسنوات الماضية وقبوله بدخول السجن لسنوات طويلة وهذا الثمن الذي قدمه الخيارات التي أمامنا ليست متاحة وليست بالكيفية التي نراها طالما أنت قلت من المسيطرة الآن على الأرض طالما وأن نتنياهو الآن يرفع سقف المطالبة ويشترد مثل هذه الاشتراطات ومع الأرض قلت حصار وغيرها من الأشياء كيف ترى إلى السيناريو القادم هل سيتم قبول كل هذه الأشياء وكل هذه المنغصات وإن كانت حق من حقوق المقاومة الفلسطينية يعني هناك الأحق من حقوق المقاومة وهو حق هذا الشعب في الحياة لا يمكن أن يستمر عداد الموت بشكل يومي من 100 إلى 120 إنسان لكي نحسن من الشروط ألم يكن لدى المقاومة دراسة للعواقب مثل هذا الأمر لما وصل إليه الحال أن أصبحت المساعدات الإنسانية والصحية التي تقدم بدافع إنساني جزء من المفاوضات متى سنصل إلى المستوى السياسي إذا كنا نفاوض على الأكل والشراب والطعام لهذه الدرجة لا توجد استراتيجية منذ البداية للمفاوضات لكن في ظل هذا الوضع وبكل عقلانية يجب أن يخرج الناس من هذه الحالة بأي ثمن دون التنازل عن الثوابط والمقصود بالثوابط ما هي إذا أردت أن تخرج الأسير من السجون من السجون إلى خارج البلد أخرج من السجون من ليس عليه شروط موسيقى